لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها موقع أنا السلافي يقدم لكم هذه المادة اسم الله والحمد لله وصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد نستأنف بتوفيق الله تبارك تعالى ما كنا قد بدأنا من الصحيح المسند المختصر من السنن يرويه العدل عن العدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المشهور باسم صحيح مسلم للإمام أبي الحسين مسلم ابن حجاج النيسابوري الكشيري رحمه الله تعالى رحمة واسعة قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى رحمة واسعة بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الإيمان قال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب بيان تفاضل أهل الإسلام فيه وأي أموره أفضل وبتوفيق الله تبارك تعالى قدمنا ما صدر به الإمام مسلم هذا الباب بهذا الحديث ثم بعد ذلك ما أتى به الإمام مسلم رحمه الله تعالى من توابعه وشواهده الماتعة فقال بسند المتصل الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال وحدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمر بن عبد الله بن عمر بن سرحن مصري ثقة فقيه من الحديث عشر قال أخبرنا ابن وهب وابن وهب هو عبد الله الكرش مولاهم أبو محمد المصري الفقيه ثقة ثبت عابد من التاسعة قال عن عمر بن بن الحارث بن عقوب بن عبد الله الأنصري مولا قيس أبو أمية المصري ثقة فقيه حافظ من السابع يقول الشيخ محمد الآدم رحمه الله تعالى في كتابه الماتع البحر المحيط الثجاج شرح صحيح مسلم ابن الحجاج رحمه الله تعالى رحمة وسعة قال تنبيه ذكر النووي رحمه الله تعالى رحمة وسعة في فوائد هذا السند والسند الماضي الذي أوردناه قال أحبب الشيخ محمد الآدم إيراد ما ذكره الإمام النووي رحمه الله تعالى لكونه يعني يكون مجموعا في محل واحد أو لو أرصخ في هذا الذهن ولجلالة ما ذكر ونفاسة ما قدم قال هذان الإسنادان كلهم مصريون أئمة جلة وهذا من عزيز الأسانيد في مسلم بل في غيره فإن اتفاق جميع الرواة في كونهم مصريين في غاية القلة ويزدادوا قلة باعتبار الجلالة يعني هذا نفس قليل يعني قليل أن يكون الإسناد كلهم مصريون مع نفاسة ذلك لجلالة قدر هؤلاء الرواة يعني وزداد قلة يعني اتزاد قلة باعتبار الجلالة يقول فأما عبد الله بن عمر بن العاص رحمهم الله تعالى وردي الله تبارك تعالى عنهما فجلالته وفقه وكثرة حديثه وشدة ورعه وزهادته واكثاره من الصلاة والصيام وسائر العبادات وغير ذلك من أنواع الخير فمعروفة مشهورة لا يمكن استقصاؤها ويأتي بعد ذلك بذكري يعني هذه الأسانيد التي يعني يقول لها جلالتها ولها قدرها فيقول وأما أبو الخير قال أبو سعيد بن يونس كان أبو الخير مفتي أهل مصر في زمانه مات سنة سبعين من الهجرة يقول وأما يزيد بن أبي حبيب فكنيته أبو أبو رجاء وهو تابعي قال ابن يونس وكان مفتي أهل مصر في زمانه وكان حليما عقلا وكان أول من أظهر العلم بمصر والكلام في الحلال والحرام وقبل ذلك كانوا يتحدثون بالفتن والملاحم والترغيب في الخير وقال الليث ابن سعد يزيد سيدنا وعالمنا واسم أبي حبيب سويد يقول وأما الليث ابن سعد رضي الله عنه فإمامته وجلالته وصيانته وبراعته وشهادة أهل عصره بسخائه وسيادته وغير ذلك من جميل حالاته أشهر من أن تذكر وأكثر من أن تحصر ويكفي في جلالته شهادة الإمامين الجليلين الشافعي وابن بكير رحمهم الله تعالى بأن الليث أفقه من مالك رحمهم الله تعالى ورضي الله عنهم أجمعين فهذان صاحب مالك رحمه الله وقد شهد بما شهد للليث وهما بالمنزلة المعروفة من الإتقان والورع وإجلال مالك ومعرفتهما بأحواله هذا كلهما مع ما قد علم من جلالة مالك وعظم فقهه رضي الله تبارك تعالى عنه ثم يعني استطرت في ذكر بقية الإسناد فقال أما محمد بن رمح كان دخل يقول كان دخل الليث ثمانين ألف دينار ما أوجب الله تعالى عليه زكاة قط وقال كتيبة لماذا كان ينفقها كان ينفقها كان على الجود والسخاء رحمه الله تعالى ما اشتكى مالك إلا بعد أن مات الليث رحمه الله تعالى يقول وقال كتيبة لما قدم الليث أهدى له مالك من طرى في المدينة فبعث إليه الليث ألف دينار وكان الليث مفتي أهل مصر في زمان وأما محمد بن رمح فقال ابن يونس هو ثقة ثبت في الحديث وكان أعلم الناس بأخبار البلد ووقفه وأما عبد الله بن وهب فعلمه وورعه وزهده وحفظه وإتقانه وكثرة حديثه وأتماد أهل مصر عليه وإخبارهم بأن حديث أهل مصر وما ولاها يدور عليه فكله أمر معروف مشهور في كتب أئمة هذا الفن يقول وقد بلغنا عن مالك ابن أنس رضي الله عنه أنه لم يكتب إلى أحد وعنونه بالفقه إلا إلى ابن وهب عبد الله رحمه الله تعالى رحمة واسعة يقول وأما عمر بن الحارث فهو مفتي أهل مصر في زمنه وقارئهم قال أبو زرعة رحمه الله لم يكن له نظير في الحفظ في زمنه وقال أبو حاتم كان أحفظ الناس في زمانه وقال مالك ابن أنس عمر بن الحارث درة الغواص وقال هو مرتفع الشأ وقال ابن وهب سمعت من ثلاثمائة وسبعين شيخا فما رأيت أحفظ من عمر بن الحارث رحمه الله حفظ الله الكنانة أرض الكنانة مصر وأهلها وأدار عليها أزمنة عزها في وجود علمائنا الأفاضل وسلفنا الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليهم وجعلها شامخة بالدين وبالالتزام بالشريعة وبإزالة ما ألم بها من هذه السفاسف والتفاهات ومما تحكم فيه أهل هذه المبتدعات المحدثات المنكرات عن أب الخير يقول في شرح الحديث عن أب الخير أنه سمع عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله تعالى عنهما يقول إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المسلمين خير قال من سلم المسلمون من لسانه ويده يقول إن رجلا يقول أنه أبو ذر سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المسلمين خير قال النويل رحمه الله تعالى قال العلماء رحمه الله تعالى وقع اختلاف الجواب في خير المسلمين لاختلاف حال السائل والحاضري فكان في أحد الموضعين الحاجة إلى إفشاء السلام وإطعام الطعام أكثر وأهم في الرواية الأولى لما حصل من إهمالهم والتساهل في أمورهم ونحو ذلك وفي الموضع الآخر إلى الكف عن إذاء المسلمين فالمفتي فقيه في أن يفتي المستفتي بما يوافقه وبما يصلحه وبما يكون في عوز واحتياج إليه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل مع من يأتيه يستفتيه فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤال ويستنصح فإذا به ينصح فلانا بنصيح ونصح فلانا بنصيحة أخرى وينصح علانا بنصيحة أخرى لعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن فلانا نصلح ذلك وأن علانا نصلح ذلك فلابد من دراية المستفتي وحاله وللطلاع على شأنه حتى يكون إفتاءك إليه فيه غناءه وعافيته وسعادته ونجاته قال صلى الله عليه وسلم من سلم المسلمون من لسانه واذي قال الإمام النووي رحمه الله تعالى قال العلماء معناه من لم يؤذي مسلما بقول ولا فعل وخص اليد بالذكر لأن معظم الأفعال بها باليد وقد جاء الكرآن العزيز بإضافة الاكتساب والأفعال إليها وقالوا أيضا إن المراد بالمسلم هو المسلم الكامل وليس المراد نفي أصل الإسلام عن من لم يكن بهذه الصفة بل هذا كما يقال العلم ما نفع والعالم زيد أي الكامل أو المحبوب فكله على التفضيل قال في الفتح أيب حجر رحمه الله تعالى قوله المسلم الألف واللام فيه للكمال قال الخطبي المراد أفضل المسلمين من جمع إلى أداء حقوق الله تعالى أداء حقوق المسلمين فإن قيل ما معنى تخصيص المسلم بالذكر ثم المسلمين ثم اللسان واليد الجواب هو إظهار رأفته صلى الله عليه وسلم بالأمة وإلحاقه بالكل من أصحابه رضي الله عنهم كأنه قال المسلم الكامل من تشبه بهم واتصف بصفتهم التي وصفهم الله تعالى بها في قوله تعالى أشداء على الكفار رحماء بينهم وكان شدتهم على الكفار المجاهدة بالسنان واللسان وترحمهم على إخوانهم المسلمين بكف الأذى والإيثار بالموجود كما قال الله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة فخص بما ينبئ عن كف الأذى ليؤذن بغاية التواضع والذلة تلويحا إلى معنى قوله تعالى أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين ولما كانت عزتهم على الكفرة وقهرهم باليد واللسان فينبغي أن ينتفي عنهم ما كانت العزة له وهو يستلزم الإيثار بطريق الأولى وفي تقديم ذكر اللسان على اليد رمز إلى معنى قوله صلى الله عليه وسلم لحسان أهد المشركين فإنه أشق عليهم من رشق النبل يقول أيضا في تنبيه له ابن حجر في الفتح أي في فتح الباري ذكر المسلمين هنا خرج مخرج الغالب لأن محافظة المسلم على كف الأذى عن أخيه المسلم أشد تأكيدا ولأن الكفار بصدد أن يقاتلوا وإن كان فيهم من يجب الكف عنه والإتيان بجمع التذكير للتغليب مخرج الغالب فإن المسلمات يدخلن في ذلك وخص اللسان بالذكر لأنه المعبر عما في النفس وهكذا اليد لأن أكثر الأفعال بها والحديث عام بالنسبة إلى اللسان دون اليد لأن اللسان يمكنه القول في الماضين والموجودين والحادثين بعد يعني اللي هيكتب أو يقول ممكن القول ده أو الكتابة دي يعني الكلام القول يؤذي الناثل الماضين والموجودين الآن والقادمين الأتين بعد بخلاف اليد نعم يمكن أن تشارك اللسان في ذلك بالكتابة وأن أثرها في ذلك العظيم واستثنى من ذلك شرعا تعاطي الضرب بجد في إقامة الحدود والتعاسير يعني اليد ممكن تساعد اللسان ولكن اللسان يمكنه قول كما ذكرنا في الأزمنة الثلاثة ثم قال وأن أثرها في ذلك العظيم ويستثنى من ذلك ويستثنى من المذكور شرعا في النسبة للضرب يعني إنه لا يكون الضرب ولا يكون الإذاء باليد يستثنى ماذا تعاطي الضرب باليد في إقامة الحدود والتعازير على المسلم المستحق لذلك فهذا مندوب إليه ممدوح شرعا ولا يذم قاله في التعبير باللسان دون القول نكتة تعبير باللسان دون القول نكتة لما يدخل لأنه يدخل فيه من أخرج لسانه على سبيل الاستهزاء وفي ذكر اليد دون غيرها من الجوارح نكتة يعني اليد دون القدم فيدخل فيها ماذا اليد المعنوية كالاستلاء على حق غيري بغير حق لطائب بديعة أوردها الحافظ رحمه الله تعالى يقول وزاد بن حبان في صحيحي والحاكم في مستدركي من حديث أنس رضي الله عنه والمؤمن من أمنه الناس وأقرج بن حبان في صحيحي من طريق الشعبي أيضا قال سمعت عبد الله بن عمر ورب هذه البنية يعني الكعبة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المهاجر من هجر السيئات والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده يقول هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر بن عاص هذا من هذا الوجه تفرد به المصنف الإمام مسلم رحمه الله تعالى وين مخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة ثم كذلك يأتي الإمام مسلم بشاهد آخر بالسند المتصل الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال حدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميد كلاهما جميعا قال عن أبي عاصم قال عبد أنبان أبو عاصم قال عن ابن جريج أنه سمع أبا الزبير يقول سمعت جابرا رضي الله عنه جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ولا طيف هذا الإسناد أنه من خمسيات المصنف كذا أن الصحبي وجابر بن عبد الله من المكثرين السبعة في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم روى ألف وخمسمائة وأربعين حديثا وهذا الحديث حديث جابر انفرض به المصنف عن البخاري رحمه الله تعالى ثم كذلك أتى بشاهد آخر الإمام مسلم رحمه الله تعالى في بضاعته الإسنادية الرائقة وإيراداته الحديثية الماتعة بالسند المتصل إمام مسلم رحمه الله تعالى قال وحدثني سعيد ابن يحيى ابن سعيد الأموي قال حدثني أبي قال حدثنا أبو بريدة أبو بردة ابن عبد الله بن أبي بردة عن ابن أبي موسى عن أبي بردة عن أبي موسى قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام أفضل قال من سلم المسلمون من لسانه ويده وأبو موسى هنا يقول الأشعري عبد الله بن قيس بن سليم رحمه الله تعالى رحمة الوسيع ابن حرب بن عامر بن غنم بن بكر ابن عامر بن عذر بن وائل بن ناجية ابن الجماهر بن الأشعر أبو موسى الأشعري صحابي الجليل مشهور باسمه وكنيته معا كان هو سكن الرملة وحالف سعيد بن العاصم أسلم وهاجر إلى الحبشة وقيل بل رجع إلى بلاد قومه ولم يهاجر إلى الحبشة قدم المدينة بعد فتح خيبر صادفت سفينته سفينة جعفر ابن أبي طالب فقدموا جميعا واستعمله النبي صلى الله عليه وسلم على بعض اليمن واستعمله عمر على البصرة بعد المغيرة فافتتح الأهواس ثم أصبهان ثم استعمله عثمان على الكوفة ثم كان أحد الحكمين بصفين ثم اعتزل الفريقين وأخرج ابن سعد الطبري قال كان خفيف الجسم كصيرا ثطا ما معنى الثط؟ الأثط هو الكوسج الذي عري وجهه من الشعر إلا طاقات في أسفل حنك يعني في الشعر بحية حاجة بسيطة كده في أسفل الحنك قال مجاهد عن الشعبي كتب عمر في وصيته لا يقر لي عامل أكثر من سنة وأقر الأشعرية أربع سنين رحمه الله تعالى رحمة الله وسعها وكان حسن الصوت بالقرآن وفي الصحيح المرفوع لقد أوتي مزمارا من مزامير آل ذاهود وكان عمر إذا رأاه قال ذكرنا ربنا يا أبا موسى وفي رواية شوقنا إلى ربنا فيقرأ عنده رحمه الله كان أبو موسى هو الذي فقه أهل البصرة وأقرأهم وقال الشعبي انتهى العلم إلى ستة فذكره فيهم وقال ابن المدائني قضاة الأمة أربع عمر وعلي وأبو موسى وزيد بن ثابت قال البغوي بلغني أن أبا موسى مات سنة اثنتين وقيل أربع وأربعين وهو ابن ليف وستين رحمه الله تعالى رحمة وسعها ولطائف هذا الإسناد أنه من خماسيات مصنف وأن هذا الإسناد هو نفس الإسناد الذي أخرج به البخاري هذا الحديث كذا أن هذا الباب أول محل ذكر جميعهم رحمه الله تعالى رحمة وسعها ومنها كذلك في رواية الإبن عن أبي سعيد بن يحي عن أبي ورواية الرواية عن جدي عن أبي بريد عن أبي برد عن أبي موسى ومنها أن أبا موسى رضي الله تعالى عنه صحابي الجليل ممن اشتهر بحسن الصوت في الكرآن وقد أثنى عليه النبي صلى الله عليه بأنه أعطي مزمارا من مزامير آل داود كان عمر رضي الله عنه يقول شوقنا إلى ربنا وكان فقيها تفقها عليه أهل البصرة أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يروي هذا الحديث يقول قال قلت يا رسول الله أي الإسلام أفضل أي ذوي الإسلام كما يدل عليه الجواب فدله النبي صلى الله عليه وسلم وقال من سلم المسلمون من لسانه ويده حديث أبو موسى الأشعري هذا متفق على صحة أعلى درجات الصحة كذا أتى بمتابعة أخرى رحمه الله تعالى رحمه الله تعالى قال بسند المتصلم المسلم قال حدثنيه إبراهيم ابن سعيد الجواري قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني بريد بن عبد الله بهذا الإسناد قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المسلمين أفضل فذكر مثله رحمه الله تعالى رحمة وسعة أما باب بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان هذا الباب إن شاء الله تعالى محل كلامنا في المرة القادمة إن شاء الله تعالى اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا واسع وعملا صالحا متقبلا ودينا قيما وشفاءا من كل دار اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك اللهم احفظنا بالإسلام قائمين احفظنا بالإسلام سائرين ولا تشمد بنا إعداء أو حاسدين ربنا إننا لما أنزلت إلينا من خير فقراء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذب النار وصل اللهم على محمد وآله وصحبه وسلم